اشتركوا في القناة المدير الرياضي لشالكا تنفسنا الصعضاء بانتقال حارت في آخر أنفاس المركاتو والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ريكو فيرهوفن لن أقاتل بدرهار مرة أخرى إذ استمر في خسارة نزالته لا يمكنك أن تدعو شخصا يخسر كل شيء لينازل بطرا يفوض بكل شيء على المقاتل الهولندي ريكو فيرهوفن إنه يستبعد منازلة المغربي بدرهاري بعد تراجعه كثيرا في تصنيف الوزن التقيل ببطولة غلوري للكيك بوكسين ومني البالغ 36 عاما بهزيمة أخرى أمام المقاتل بولندي أوركاديوس جوسيك في أمسية غلوري بمدينة روتردام الهولندية ليتراجع من المركز الثالث إلى السابع في ترتيب أفضل المقاتلين ضمن الوزن التقيل وقال حامل حزام غلوري في تصريح لإداعة هولندية من غير الواقعي أن تقول إننا سنقتل مرة أخرى إذا استمر بدرهاري في خسارة نزالاته طوال الوقت وتابع مؤكدا لا يمكنك أن تدعو شخصا يخسر كل شيء لينازل بطلا يفوض بكل شيء يذكر أن البطل الهولندي سيواجه مواطنه أليستر أوفرينف في النزال الرئيسي لأمسية غلوري يوم الثالث والعشرون أكتوبر المقبل خليل زيتش يصدم الجامعة ويرفض عودة الزياش للأسود أخبر الناخب الوطني واحد خليل زيتش مساعده بحسم قراره بشأن عودة حكيم زياش للمتخب الوطني لكرة القدم في المبارتين المقبلتين ضد غينيا بيسا وبرسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها قطر في 2022 وكشف مصدر جامعي مسؤول أن الناخب الوطني واحد خليل زيتش رفض جميع التدخلات لإعدة حكيم زياش للمتخب الوطني في أكتوبر المقبل مشيرا إلى أن الناخب الوطني أكد لمساعده أن قراره لا رجعت فيه وأوضح المصدر ذاته أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حاولت تدويب الخلافات بين الناخب الوطني واحد خليل زيتش وحكيم زياش إلا أن جامعة المحاولات باءت بالفشل لتشبت المدرب البوسني بقرار استبعاد زياش من لائحة المنتخب الوطني وسيكون زياش الغائب الأبرز عن لائحة الأصود في تصفية المونديال إلى جانب لاعبين آخرين مثل فيس الفجر وبالهندا في انتظار حسم قرار مدرب المنتخب في مستقبل المزراوي وأيمن حاريت بعدما كان قد أبعدهما لفترة طويلة عن لائحة المنتخب الوطني المدير الرياضي لشالكا تنفسنا السعوضاء بانتقال حاريت في آخر أنفاس المركاتو تحدث روفن شرويدر المدير الرياضي لنادي شالكا الألماني لكرة القدم عن سيناريو انتقال الدولي المغربي أمين حاريت من الأزرق الملكي صوب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الأنفاس الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية مؤكدا أن الجميع تنفس السعوضاء بعد إتمام تفاصيل الانتقال بشكل رسمي وقال روفن شرويدر في تصريح لصحيفة بليد الألمانيا مرت علينا ساعات عصيبة قبل أن يجح حاريت في التوقيع مع مارسيليا بصفة رسمية وذلك بعدما اتضح لنا أن ممثل الجنوب الفرنسي يصعب عليه إتمام الصفقة بسبب عدم الموافقة عليها من طرف العصبة الفرنسية لأن تكاليفها تجاوزت السقف القانوني المحدد لها قبل أن تعدل إدارة مارسيليا مصاري فرواتب ثلاث لاعبين لفسح المجال أمام التعاقد مع حاريت وأضاف المتحدث نفسه حاريت كانت تنتابه رغبة قوية في العودة إلى فرنسا ونحن بدورنا كنا نمنل نفس بأن تنجح الصفقة بحكم أن إدارة النادي لا تستطيع دفع رواتب طوال الموسم وقد واجهنا صعوبات كبيرة لدفع رواتب بالفعل إنها صفقة مرهقة للأعصاب وأضاف المدير الرياضي لفريق الأزرق المهاجم المغربي تواجد بمرسيليا بالفعل والتقط هناك بعد الصور قبل أن يعود ويحدفها من جديد هنا أصبح الجميع ينتظر ماذا تتحمل الساعات القادمة لهذا اعتبرها صفقة مجنونة بمعنى الكلمة وواصل كنا على اتصال دائم مع مستشار أمين حاريت وقبل الساعات من نهاية فترة الانتقالة الصيفية بعت لي رسالة أكد فيها بأنه أخيرا يمكننا أن نرتاح لأن الصفقة تمت بشكل رسمي وانضم أمين حاريت إلى أولمبيك مرسيليا على سبيل الإعارة لموسم واحد قبل نهاية المركات بقليل كما قدم اللاعب أوراق اعتماده بقوة خلال المباريات الأولى مع ممثل الجنوب الفرنسي الجامعة تصدر مجموعة من العقوبات الجديدة في حق بعض الأندية ولاعبها البطولة أعلنت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الخميس عن مجموعة من العقوبات في حق مجموعة من اللاعبين بالإضافة للأندية الوطنية وقامت اللجنة المركزية للتأديب بتوقف توماس جونازو ولعب فريق يوسفيس برشيد لمبارتين واحدة منهما موقفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالراجاء الرياضي وذلك بناء على المادة الخامسة والثمانون من مدوينة التأديب كما قررت اللجنة نفسها توقف عبدالإله منصور المدرب المساعد لفريق الكوكب المراكشي لمبارتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 15 الف درهم بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة زمامرة وذلك بناء على المادة السادسة والثمانون من مدونات التأديب كما قررت اللجنة تغريم فريق الكوكب المراكشي مبلغ 1500 درهم لحصوله على ثلاثة انضارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة أتلسك زمامرة وذلك بناء على المادة التاسعة والثمانون من مدونات التأديب مع تغريم فريق الاتحاد الزموري للخميسات مبلغ 1500 درهم لحصوله على أربع انضارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب بنغرير وذلك بناء على المادة التاسعة والثمانون من مدونات التأديب بارشلونة يدرس إقالة كومان ورئيس النادي يمتنع لسببين ذكرت القناة التالية الكتالونية أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس إدارة بارشلونة طالبوا بإقالة المدرب رونالد كومان إترى خسارة أمام باير ميونيك بثلاثة أهداف لسفر في الكامب نوذي من دور أبطال أوروبا الغريب أنه على الرغم من سوء العلاقة بين رئيس النادي خوال بورتا وكومان وتوترية في الأيام الأخيرة إلا أن الرئيس الكتالوني لا يزال مترددا بشأن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الرهي ويعود السبب إلى عدم وجود مدرب بديل يمكن الاعتماد عليه في هذه الفترة العصيبة إذ يرفض جوردي كرويف خلافة كومان بسبب العلاقة الشخصية بينهما كما أن تشاف هيرنانديز يود العمل من بداية الموسم أما مدرب بارشلونة باي سيرجي باراغوان فلا يحدى بقبول لابورتا الذي يعتبر أنه غير مؤهل لهذا المنصب حاليا ولن يكون الدفع به مثل الدفع ببيب كورديولا في 2008 هذا إلى جانب أمر آخر هام وهو أنه في حالة إقالة كومان سيتعين على إدارة بارشلونة حاليا دفع مبلغ كبير له نظرة ذلك وهو أمر صعب بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحرج في الكامبنو ولم تستبعد القناة التالية الكتالونية ولا صحيفة أصل إسبانيا أن يتم طرح فردية إقالة كومان مرة أخرى خلال الأسبوع القليلة المقبلة مع أول تعطر جديد لذا سيكون الأمر مرهونا بنتائج المباريات القادمة وبدأ بارشلونة موسمه جيدا بالفوز في مبارتين من ثلاث في الدور الإسباني لكنه فاجأ الجميع بأداء متواضع جدا أمام باير ميونيغ في دور أبطال بعد ذلك وسيوجه بارشلونة فريق الناطا ثم قادج ثم ليفانتي في أقل من أسبوع ضمن منافسة الدور الإسباني بعدها تستفر كاتبة كومان إلى بوتغال لملاقات بنفيكا موسيقى